اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تشكلت لاحقا تفكيك الجيش العراقي وحله لم يكن بدافع الانتقام منه ومن مواقفه فحسب وإنما لفسح المجال لتمرير المخطط الطائفي التدميري عبر الأدوات الميليشيوية والأحزاب الفاسدة وكان أبرز المخططين لهذه العملية نوري المالكي الذي خشي انقلابا محتملا إن اهتم بأعادة تأسيس جيش حقيقي فعامد إلى تأسيس قوة موازية استخدمها لمهاجمة معارضيه وترهيب كبار المنتقدين نجحت الأحزاب في إضعاف الجيش العراقي من خلال إهماله فتآكلت قوته وتراجعت معنوياته كما ضربه الفساد من كل جانب حتى إن الجيش بات محضة تجارة رابحة لكبار الضباط والعسكريين مقابل ذلك أصبحت القوة الموازية للجيش التقليدي أو ما تبقى منه كيانا مستقلا مهمته حماية العملية السياسية وضمان استمرارها في استنساخ مشابه لتجربة نظام الإيراني الذي أسس الحرس الثوري لضمان حمايته يفتقد العراقيون اليوم جيشهم الذي يحتاجون إليه وتناديه ضمائرهم كلما رأوا سيطرة لميليشيا مسلحة أو سلاحا منفلتا أو قوى أجنبية تعيث فسادا بأرضهم ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى